ماذا يعيشه السودان اليوم مؤسف للغاية السودان يتعرض لمؤامرة ثانية واللوبيات التي عملت على تقسيم السودان إلى سودان جنوب وسودان شمال هي اليوم تقود أيضا مؤامرة أخرى لتقسيم السودان إلى أقسام في إطار الصراع حول السلطة والنفوذ والثروة باعتبارها عنوان أساسي يمكن أن نسقطه على ما يدور اليوم من محاولات حتى لضرب الأمن الإقليمي للمنطقة لأنه لما تسأل لماذا في هذا التوقيت بالذات ربما كثير من المؤشرات والمعطيات توضح وتبين على أن دائما هناك محاولة لضرب الأمن الإقليمي للمنطقة خصوص المنطقة العربية وأيضا ربما هي النسخة الثانية من أو الطبعة الثانية لتقسيم المنطقة العربية شفنا ما حدث منذ 2011 إلى اليوم ربما قد يكون ما يعيشه السودان من مؤامرة عنوانا لمرحلة ثانية تقودها القوى الإمبريالية والقوى المنتجة للتطرف والإرهاب لكي أيضا تضرب استقرار المنطقة العربية لأن تداعيات أزمة السودان رح يكون عندها وستلقي بظلالها على المنطقة ككل ابتداء من مصر إلى عدد من الدول العربية التي على ما يبدو أنها مستهدفة والمسألة مرتبطة بحسابات متعلقة بميزان القوى العالمي والإقليمي واليوم لما نتكلم على الكيان الصهيوني الذي لعب دورا في تقسيم السودان إلى شمال وجنوب هو أيضا اليوم يلعب دور في التأثير على أيضا الوقائع والأحداث الحاصلة اليوم في السودان وهو ما يدق نقوس الخطر المنطقة العربية قد تجر مرة أخرى إلى مستنقع الفوضى والاستقرار في إطار حسابات تقودها القوى الإمبريالية والقوى التي تسعى إلى ضمان الهيمنة لأنه اليوم حتى التغلغ الروسي في المنطقة وتواجد الصيني أيضا إضافة إلى ربما المواقف الأخيرة التي تبنتها تبنتها كثير من الدول العربية في إطار الأزمة الروسية الأوكرانية هذه كلها معطيات الاعتماد على نتائجها يجعلنا نستقرأ عدد مهم من النتائج التي تؤكد على أن هذا الصراع الإديولوجي لأن رائحة الإديولوجية تفوح من هذا الصراع القائم اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إضافة إلى أن القوى الأجنبية التي تدعم طرف على حساب الآخر هي قوى مرتبطة مصلحيا بأجندات وبمصالح دول غربية إمبريالية كما قلت الهدف الأساسي هو التأثير على ميزان القوى العالمي التأثير على شكل وخارطة الوطن العربي أيضا وهو ما يجعل اليوم كل دعوة نحو نحو تغليب الحلول السياسية ونحو تقريب وجهات النظر تعتبر ضرورة بما كان على اعتبار أن الهدف اليوم هو أنه كيف نقلل من آثار هذا الصراع الذي أنا أتوقع أنه على الأقل إذا لم تكن فيه إرادة دولية قوية لوقف هذا الصراع الصراع سيدوم وسيطول أقل شيء ربما في الست أشهر القادمة وهذا أعتقد أنه من شأنه أن يؤثر على الاستقرار في المنطقة وسيكون له تداعيات على الاقتصاد وعلى الأمن والسياسة في المنطقة العربية وما جاء ورها الدولة الجزائرية دائما حاضرة بعقلانيتها وحكمتها وبمواقفها المعتدلة رأينا هذا في كثير من المواقف الجزائرية تجاه الأزمات لعرفتها المنطقة العربية وأيضا الخطوات التي بادر بها السيد الرئيس الجمهورية وبادرت بها الجزائر من أجل سواء بالدعوة إلى وقف الاقتتال أو طرح تصور ومبادرة لصناعة التوافق ووضح حد لحالة الاقتتال أو من خلال أيضا الدور العملي الذي باشرته للجزائر بإجلاء رعاياها وإجلاء أيضا مواطنين عرب ينتموا لدول عربية أخرى وعلى رأسهم أيضا فلسطينيين يعني شعب مواطنين فلسطينيين اللي كانوا مقيمين في سودان أيضا تم تكفل بهم ونقلهم وهذا يؤكد على أن الجزائر دايما يدها ممدودة إلى الأشقاء العرب وبما من شأنه خدمة الاستقرار خدمة التنمية خدمة الأمن وأيضا بما من شأنه أيضا خدمة الجهود الإنسانية والمبادرات السياسية اللي يمكنها أن تصنع الاستقرار وتساهم في توحيد الصف وفي لم الشمل أعتقد أنه ليس بجديد على الجزائر التي تزخر بتجربة رائدة في مجال الوساطة في مجال ترقية الحلول السياسية والمبادرة بتصورات نابعة أو قائمة على حلول سياسية تخدم قضايا الأمن والتنمية في المنطقة العربية لكن ما يحدث في السودان يحتاج إلى تضافر جهود الجميع وإلى أيضا إعلاء صوت العقل والحكمة لأن التدعيات الجيوسياسية لهذه الأزمة كما قلت سيكون لها أثر على مفهوم الأمن المائي في المنطقة أيضا سيكون لها ارتباط وعلاقة بالأمن الغذائي ما ننساوش أن السودان كان سلة غذاء للمنطقة العربية وغير ذلك من التفاصيل كما قلت الهدف اليوم هو تقسيم السودان وتقسيم ثرواته أو تحت عنوان الصراع على النفوذ والسلطة والمال يتم اليوم أو نرى اليوم ونشاهد هذا الاقتتال وهذه الصور المؤصفة لنتمنى السلامة لأشقاءنا والشعب السوداني الشقيق وأيضا نتمنى أيضا من الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه ما يحصل وأن تتدخل لوضع حد لحالة الاقتتال وأيضا تضح حد للدول الأجنبية التي تغذي هذا الصراع اليوم وتستثمر فيه من أجل تحقيق مصالح ظرفية